بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر أشرح لكم من خلاله طريقة تفعيل حساب ولي أمر التلميذ وهذا الحساب هذا مهم بزاق بالنسبة لأولياء أمور التلاميذ يعني من خلاله بإمكانهم يطلعوا إلى النقطة ديولة أوليذاتهم بإمكانهم مثلا يشوفوا الغياب ديالهم بإمكانهم يدلوا تعبئات مثلا فهل يدبع حاليا تعبئة استمارة التعليم الحضوري إلى آخره إذا الآن سوف يشوفوا طريقة تفعيل حساب ولي أمر التلميذ إذا نفتحوا متصفح البحث جوجل كروم أو أي متصفح بحث آخر من بعد في هذه الزون دوغو شرش نكتبوا مصار سيرفيس ومن بعد تعطني هذا الرابط اللي بالأزرق قرأوا معايا الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ إذا نضغطوا عليه من بعد تعطني الصفحة الرسمية لاحظوا معايا كاني جوجد الأيقونات الأيقونات الكاين في اليمين هو الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ هذا هو اللي كي همنا في هذا الفيديو هذا إذن قد نضغطه على الايقون اللي كي نأف ليسار من بعد كي يعطيني هذه الصفحة الرسمية لحساب ولي أمر التنميذ هذا ماشي هذه ماشي الصفحة الرسمية لحساب ولي أمر التنميذ هذا خاص بولي أمر التنميذ إذن في اسم وصحة اللي ممكن نكتبه رقم البطاقة التعريف الوطنية مثلا وبالنسبة لكلمات المرور خاص ضروري تصلوا بالإدارة وتسلموا كلمات المرور ديالكم مع تعلان ومن بعد كنضغطوا على تسجيل الدخول إذن في حالة نسيان كلمة المرور وهذه الفوقش بإمكانكم تخدموها يعني إحتلأ خذتوا كلمة المرور الأولى مع عند الإدارة وخدمتوها وفعلت الحساب ديالكم ودخلتو وعمرتو جميع المعلومات الخاصة بكم ومن بعد عاودتو بغيتو بدخلو نسيتو كلمة المرور إذن هنا بإمكان نضغط على ناسية كلمة المرور كما قلنا هذه صالحة من بعد التفعيل أول يعني خصدروا تكون فعلتي في المرة الأولى بكلمة المرور اللي خذيتها بعد حيس العام إذن هناك يطلب منك البريد الإلكتروني اللي دخلته في المعلومات الخاصة بك هناك يطلب منك رقم البطاقة التعريف الوطنية هناك تجاوب على هذه العمليات بسيطة اللي كتشوفوها أمامكم ومن بعد كتضغط على إرسال إذن هنا الموقع كسافت لك الرقم السري إلى الحساب الجيميل ديالك يعني البريد الإلكتروني الخاص بك ومن بعد كتأخذ ذاك الرقم السري وكترجع وكتدخله هنا في هذا المكان هذا إذن نعود ندخله A S D F 1 J 3 4 ومن بعد ومن بعد تنضغط على تسجيل الدخول ومن بعد كنحصلوا على هذه النفيدة التي تشوفوها أمامكم استمارة التسجيل البيانات الشخصية أب أم أو الواصي إذن لدينا هنا يا ولي أمر التلميذ هو الأب رقم البطاقة الوطنية إذا خذتكم تدخلوا لمعلومات الشخصية ديالكم وتكون صحيحة إذن اسم العائلي بالعربية اسم الشخصي بالعربية اسم العائلة بالفرنسية الاسم الشخصي بالفرنسية الهاتف وتدخلوا أيضا البريد الإلكتروني الخاص بكم يعني الجماية ديالكم وردوا البال أنه خذت يكون صحيح لأنه ستحتاجه في حالة لنسيته كلمات المعرور كما أسبق لي شرحت في أول الفيديو ومن بعد تدخلوا العنوات الشخصية ديالكم ومن بعد تدخلوا لهذه العملية البسيطة لك تشوفوها أمامكم ومن بعد أغلت ضغط على إرسال من بعد كنحصل على هذه النافيدة هذه يعني أن حساب ولي أمر التلميذ تفعل قرام معي مرحبا يعني السيد ولي أمر التلميذ أنا مرجو اختيار أحد الأبناء والبنات إذن كيف قلتكم ضروري ما خلص أنه ولي أمر التلميذ يفعل الحساب دياله علاش بشيقدر مثلا يطالع على نتائج الأبناء دياله عن بعد الغياب ديالهم مثلا في الحالة اللي احنا فيها مثلا عندنا المشكلة لها هذا الوباء يعني بإمكانه مثلا الاستمارة ديال التعليم الحضوري عن بعد إلى آخر إذن بالنسبة لأولياء الأمور اللي يبغوي من استمارة التعليم الحضوري غلي ضغط على الدائرة البيضة التي تظهر أعلى الشاشة ومن بعد سأعطيكم الفيديو اللي كنشرح فيه الطريقة ديالما الاستمارة يعني استمارة عن بعد للتعليم الحضوري وبنسبة للمعلومات الأخرى يعني كيفاش تطلع على المعلومات الأخرى الأبناء أو البنات من بعد سنشرح طريقة معاينات مثلا أو مراقبات التلاميذ يعني نريد أن نشوف النقاط متاعهم لغياب ديالهم إلى آخره إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله